اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس الجمعية السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس النواب اهمية الرسالة التي اطلقها سعادة الامين العام للامم المتحدة ودعوته الصريحة للعمل بشكل مكثف من اجل بناء مجتمعات اكثر سلاما وشمولا واستقرارا واوضح معالي خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم ان كافة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية تحتل من الاهمية ما يتطلب معها العمل معا لكبرلمانات منضوية تحت مضلة الاتحاد البرلماني الدولي وقال معالي ان العالم اليوم يقف امام تحديات متنامية تزداد خطورتها وتتعظم الحاجة الى اتخاذ تدابير عاجلة لاحتوائها كمشكلة التغير المناخي وحول دعم تقدم المرأة وتمكين الشباب اكد معالي اهمية ان تكون في مركز اهتماماتنا وعلى رأس اولوياتنا واجنداتنا التي توضع على طاولة الحوار والنقاش في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بصورة دائمة واضح معالي ان اهم ثمرة يمكن ان نخرج بها من اجتماعاتنا هي القدرة على الانتقال بمستوى التعاون بين برلماناتنا على نحو يمكننا من توحيد الجهود وتوظيفها لتحقيق السلام العادل والشامل